بالطبع نحن نتحدث عن ربما قوة أوروبية هي تعهدت بعدم ضرب الجانب الحوثي لكن ماذا إذا تم الاعتداء على سفنها أيضا؟ ما طبيعة المشاركة الأوروبية هذه المرة؟ وإلى أي مدى ربما نرى تدخلا مساويا للجانب الأمريكي أو حتى البريطاني؟ لن يكون شبيها بالتدخل الأمريكي أو البريطاني لأن جوزيب بوريل كان واضحا في تصريحاته قبل قليل قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي هنا في بروكسل والذي بالمناسبة سيرفع تقريره إلى القادة الذين سيجتمعون هنا يوم غد لبحث كل القضايا موضوع وجود قوة أوروبية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر يقتصر على أن يكون دفاعيا فحسب بمعنى أن السفن الأوروبية التي ستشارك في هذه المهمة ستقتصر مهمتها على منع الهجمات والدفاع عن نفسها ضد أي هجمات حوثية أما القيام خطوة أكبر بإشن هجمات ضد الحوثيين فهذا لن يحدث بحسب تصريحات جوزيب بيرون الأمر واضح للغاية أوروبا تريد تدعيم عملية الدفاع عن ممرات الملاحة الدولية عن طريق وجود سفنها في هذه المنطقة هناك بالفعل سفن إيطالية وفرنسية موجودة في البحر الأحمر تقوم بهذه المهمة ولكن أن تعمل هذه السفن تحت راية الاتحاد الأوروبي أو تحت مظلة الاتحاد الأوروبي هذا سيكون الاختلاف القضايا التي سيبحثها الوزراء اليوم ستتضمن أولا من سيقود هذه المهمة ثانيا أين سيكون مقررة وطبيعة المهام التي ستوكل لها بالتحديد وستكون هناك بالطبع المزيد من التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي سعقده بوريل مع وزير الدفاع البلجيكي في نهاية هذا اليوم هناك أيضا قضية الدول التي لن تشارك في هذه العملية لأن هناك بعض الدول لا ترغب في المشاركة ولكن بوريل كان واضحا عندما أشار إلى أن هذه الدول لن تعرق المهمة بل ستكتفي فقط بأنها لن تشارك في العملية مما يعني أن المهمة صارت شبه محسومة وأن السفن الأوروبية ستبدأ العمل في البحر الأحمر قبل منتصف الشهر المقبل أو على الأكثر يوم التاسع عشر من فبراير المقبل من بروكسل مفدنا أشرف سعد شكرا لك أشرف اشتركوا في القناة